أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية عنوان درسنا اليوم الجملة الفعلية الجزء الأول فهيا بنا دعونا أولا نتعرف أهداف الدرس في نهاية هذا الدرس يتوقع منك أن تحدد ركني الجملة الفعلية تحديدا صحيحا وأن تميز بين الفاعل والمفعول به تمييزا صحيحا فهيا بنا أذكر نوع الجملة الآتية مع ذكر السبب النهر يجري في الوادي ما نوع هذه الجملة؟ ممتاز هي جملة اسمية نعم فلماذا؟ أحسنت لأنها بدأت باسم ظاهر وهو النهر تحلق الطائرة في السماء ما نوع هذه الجملة؟ نعم هي جملة فعلية فلماذا؟ ممتاز لأنها بدأت بفعل هو كلمة تحلق فعل مضارع نحن حماة الوطن ما نوع هذه الجملة؟ بني أحسنت هي جملة اسمية لأنها بدأت بضمير وهو نحن أنت رائع بني نستنتج أن أنواع الجملة نوعان الجملة الاسمية وهي التي تبدأ باسم ظاهر أو بضمير والجملة الفعلية وهي الجملة التي تبدأ بفعل والآن افتح كتابك بني على صفحة ثمان وعشرين سأقرأ الفقرة ثم أوقف العرض وقرأها بنفسك مرة ثانية محاكيا قراءتي ثم سأوجه لك بعض الأسئلة فلتحاول أن تجيب عليها نزل المطر فابتلت الأرض فخرجت أتمشى مع أخي فشاهدنا جماعة من النمل أخرجت مخزونها من بيوتها وتركته يتعرض لأشعة الشمس فتعجبنا عندما رأينا حبة القمح قد فصلت إلى قسمين وبعد البحث اكتشفنا سبب فصلها حتى لا تنبت وتهدم عليها بيتها فسبحان من علمها ذلك السؤال الأول تخزن النملة القمح بعد فصل الحبة إلى قسمين فما السبب؟ أحسنت حتى لا تنبت وتهدم عليها بيتها سؤال آخر اقرأ الكلمات الملونة باللون الأحمر ثم بين نوعها عندنا كلمة نزل ابتلت خرج شاهد أخرجت يتعرض تعجب تنبت هذه الكلمات ما نوعها بني؟ نزل تدل على حدث وقع قبل وقت الكلام كذلك ابتل يتعرض حدث يقع عند الكلام إذن هذه الكلمات التي تدل على حدث وزمن نسميها أحسنت هي أفعال اقرأ الكلمات الملونة باللون الأخضر ثم بين نوعها الكلمات التي باللون الأخضر كلمة المطر كلمة الأرض التاء في خرجت نا في فشاهدنا نا في فتعجبنا ما نوع هذه الكلمات؟ لاحظ أن المطر والأرض أسماء ممتاز طيب كلمة تو نا أحسنت هي ضمائر إذن الكلمات التي باللون الأخضر هي أسماء وضمائر بارك الله فيك لاحظ بني واستنتج جملة نزل المطر مكونة من الفعل نزل والاسم المطر ممتاز وجملة خرجت مكونة من الفعل مكونة من الفعل خرج والتاء ماذا تسمي التاء بني؟ في جملة خرجت نسميها تاء الفاعل ضمير متصل إذن هي الفاعل إذن بني ما الذي يكونه الفعل نزل مع المطر يكون هذا التركيب جملة فعلية وما الذي يكونه الفعل خرج معت في قولنا خرجت يكون أيضا جملة فعلية إذن الجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل أحسنت بني والآن بني أعد قراءة الكلمات الملونة باللون الأحمر والأخضر ثم املأ الجدول الآتية مستفيدا من المثالين الأول والثاني عندنا مثالان تم استخراج الفعل ونوعه والفاعل ونوعه في كل منهما الجملة الثالثة فشاهدنا جماعة من النملي الفعل هو شاهد نا شاهد هذا هو الفعل فما نوعه أحسنت هو فعل ماض فما الفاعل من الذي شاهد نا نحن إذن الفاعل نا هو الضمير المتصل أحسنت بني مثال آخر وتركته يتعرض لأشعات الشمس الفعل هو يتعرض نوعه فعل مضارع أحسنت فما الفاعل بني تركته يتعرض ما الذي يتعرض القمح نعم لكن كلمة القمح ليست موجودة في الجملة لكننا فهمناها من الضمير المستتر هنا يتعرض هو إذن الفاعل هو ضمير مستتر أحسنت بني جملة أخرى حتى لا تنبت وتهدم عليها بيتها الفعل تنبت ما نوعه نعم هو فعل مضارع ما الفاعل تنبت هي إذن الفاعل ضمير مستتر هي نوعه ضمير مستتر بارك الله فيك بني والآن بني أوقف العرض ثم أجب عن السؤال الآتي اقرأ كل جملة ثم حدد الفعل ونوعه والفاعل ونوعه في كل جملة وبعد أن تنتهي أعد تشغيل العرض وتحقق من إجابتك هل انتهيت بني أحسنت والآن نقرأ القاعدة في الكتاب صفحة ثمان وعشرين الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل ماض أو مضارع أو أمر وتتكون الجملة الفعلية من الفعل والفاعل الفاعل يمكن أن يأتي اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو مستترا نأخذ نأخذ أمثلة على هذه الأنواع للفاعل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثل فاز محمد بالجائزة الفاعل هو محمد اسم ظاهر فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا مثل فزت بالجائزة الفاعل هنا هو تاء الفاعل الضمير المتصل فإذا كان الفاعل ضميرا مستترا مثل محمد فاز بالجائزة الفاعل هنا هو الضمير المستتر هو يعود على محمد بارك الله فيك بني تعال معي نتعرف المفعول به لاحظ الجملة الآتية يجتاز الفارس الحواجز دقق في الصورة التي أمامك بني لتفهم مكونات هذه الجملة عرفنا في الشريحة السابقة أن الجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل هذان هما الركنان الذان لا يمكن أن تستغني الجملة الفعلية عن أحدهما يجتاز فعل ما الفاعل الفارس هذه الجملة الفعلية لاحظ معي كلمة الحواجز لاحظ الصورة هناك اجتياز عبور يجتاز يجتاز هي الفعل من الذي يجتاز نعم أحسنت الفارس إذن الفارس هو الفاعل فما الذي يتم اجتيازه نعم هو الحواجز إذن كلمة الحواجز عبرت عن الشيء الذي يقع عليه فعل الفاعل يجتاز ماذا يجتاز يجتاز الحواجز إذن كلمة الحواجز هي المفعول به إذن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل أحسنت بني والآن تعال معي بني نستخرج من هذه الجمل الفاعل والمفعول به إن وجد نزل المطر الفاعل هو المطر ممتاز فما المفعول به انتهت الجملة نزل المطر فعل وفاعل إذن لا يوجد مفعول به في الجملة الثانية شاهدنا جماعة من النمل ما الفاعل أحسنت هو نا شاهد نا أي نحن ماذا شاهدنا ممتاز جماعة إذن جماعة هي المفعول به الجملة الثالثة أخرجت هذا هو الفعل من التي أخرجت هي ماذا أخرجت ممتاز كلمة مخزون إذن المفعول به هو مخزون أنت رائع يا بني والآن عزيز الطالب افتح كتابك على صفحة 29 وأوقف العرض ثم أجب عن السؤال الأول ثم أعد تشغيل العرض وتحقق من إجابتك هل انتهيت بني بارك الله فيك والآن بني تعال معي نجب عن السؤال الثاني اختر الفعل المناسب لملء الفراغ من بين القوسين الجملة الأولى فراغ المزارع بنشاط نريد أن نختار فعلا من الأفعال التي بين القوسين عمل المزارع بنشاط أو تعمل المزارع أو اعمل المزارع فكر أنت رائع نعم عمل عمل المزارع لماذا اخترت الفعل عمل بني أسمعك تقول وذلك لأن الفاعل هو كلمة المزارع اسم مفرد مذكر فأقول عمل المزارع بارك الله فيك بني الجملة الثانية فراغ النساء على أولادهن يعطف نا أو تعطف أو نعطف إجابتك صحيحة تعطف النساء على أولادهن الجملة الأخيرة الطالبتان فراغ بالنظام الطالبتان هذا مثن مؤنث إذن نختار يلتزمان أو تلتزمان أو يلتزم الطالبتان أنت ممتاز نعم الطالبتان تلتزمان أحسنت بني وبارك الله فيك والآن بني أوقف العرض وأجب عن هذا السؤال في صفحة ثلاثين السؤال رقم ثلاثة فقط دال وهاء ثم أعد تشغيل العرض وتحقق من إجابتك هل انتهيت بني أحسنت وبارك الله فيك إذن بني الجملة الفعلية لها ركنان الركن الأول هو الفعل وهو ما دل على حدث يرتبط بزمن معين وهو فعل ماض أو مضارع أو أمر الركن الثاني هو الفاعل وهو من يقوم بالفعل وقد يكون اسما ظاهرا ككلمة محمد في قولنا فاز محمد أو ضميرا مستترا نذاكر نحن أو ضميرا متصلا كنا في قولنا ذاكر نا وتذكر بني أن هناك مكونا آخر من مكونات الجملة الفعلية وهو المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ككلمة رمضان في جملة صام المؤمن رمضان وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس الجملة الفعلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته